سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم كثيرا ما تصادفنا الصور والفيديوهات التي يظهر فيها بعض الأثرياء طريقة عيشهم في مواقع التواصل الاجتماعي في البداية يعتبر النفط المصدر الأول للثروة السعودية حيث تعتبر أكبر مصدر له في العالم وتمتلك ثاني أكبر احتياطي منه بعد دولة فانزويلا ويقدر الخبراء أن السعودية تمتلك ما يكفي لملء أربعة ملايين مسبح أولمبي وتقدر ثروة الملك سلمان بما يقارب سبعة عشر مليار دولار وبذلك يعتبر ثالث أغنى حاكم في العالم بعد ملك تايلاند وسلطان بروناي وتعتبر أسرة كامل إحدى أغنى الأسر السعودية وينحدر منها رجل الأعمال صالح كامل والذي يمتلك مجموعة دلة البركة والتي تعتبر أكبر مجموعة للشركات في الشرق الأوسط وتصل ثروته إلى 2.1 مليار دولار ولكن يعتبر الأمير الوليد بن طلال أغنى بكثير من الشيخ صالح كامل حيث تربع على عرش أغنى رجل عربي لعدة سنوات متتالية وينحدر من العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية وتقدر ثروته بـ 22.6 مليار دولار وله ولدان الأمير خالد بن الوليد بن طلال والأمير ريم بنت الوليد تخرجت الأمير ريم من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية والأمير خالد بن الوليد يشارك طريقة حياته على مواقع التواصل الاجتماعي هؤلاء هم مشاهير الأثرياء في السعودية وللمعرفة أكثر عن حياة أبناء الأثرياء في السعودية هناك حساب على إنستجرام باسم ريتشكو ساودي حيث تنشر فيه صور السيارات الفاخرة والبيوت المملوكة للأثرياء هناك ولكن أكثر ما يلفت النظر في هذا الحساب هي القطة الكبيرة مثل الأسود والنمور التي يمتلكها هؤلاء الأثرياء ويعيشون معها ويتجولون معها في السيارات في السابق كان أثرياء دبي هم المشهورون بهذا العمل ولكن قامت حكومة دبي بمنع هذا الأمر قانونيا ثم أصبح الأمر الآن مقتصرا على أثرياء السعودية ولكن مهما بلغت ثروة أحدهم في السعودية فلا يعني ذلك أن هناك أحد فوق القانون فالقوانين صارمة هناك ومن أمثلة ذلك إعدام أمير من الأسرة الحاكمة لتعديه على القانون وأعلن العاهل السعودي في التلفاز أنه لا أحد فوق القانون حتى هو ويستطيع أي مواطن مقاضة الملك أو أي أحد من أفراد الأسرة المالكة لكن ومع هذا يخاطر الكثير من الأثرياء هناك بكسر القانون ومن الأمور المثيرة للاهتمام الأسلحة والبنادق الذهبية التي يمتلكها بعض الأثرياء هناك حيث أن بعضها مصنوع من الذهب الخالص وهي تستعمل غالبا للزين والتباهي وبعضها الآخر مطلي بالذهب وبالحديث عن الذهب دعونا نتحدث عن الأمير تركي بن عبدالله والذي اشتهر بسبب سياراته الفاخرة المطلية بالذهب والتي تتواجد بكثرة حول برج المملكة في مدينة الرياض والجدير بالذكر أن ثروة العائلة المالكة السعودية مجتمعة تبلغ ما يقارب 1.4 من 10 تريليون دولار والتي تعتبر أكثر من القيمة السوقية لشركة أبل وما دمنا نتحدث عن العائلة المالكة لا نستطيع أن ننسى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حيث تقدر ثروته بأكثر من مليار دولار ويمتلك أغلى يخت في العالم والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار وكذلك يمتلك أحد أغلى قصور العالم والذي يقع في فرنسا حيث اشتراه في عام 2015 بمبلغ يقارب 300 مليون دولار حسب بعض المصادر وكذلك اشترى لوحة للرسام ليوناردو دافنشي بمبلغ 450 مليون دولار شكرا لمتابعتكم إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم